بين النادي الأهلي وبين شركة فاليو وقلت لحضراتكم أن الشركة طبعا مع شراكتها وتعاونها مع النادي الأهلي هتقوم بالترويج وتقديم تسهيلات لعضويات النادي الأهلي في فروع الأربع المختلفة طبعا بعد التفرة الإنشائية الكبيرة جدا والتطوير الكبير اللي حصل على كل المستويات وأهمها طبعا بنيت تحتافة في كل فروع النادي الأهلي أعتقد أن الشركة هي تسهل بشكل كبير على كل حد عنده الرغبة في أنه ينضم الأصلة النادي الأهلي ممكن يتم بدأ من خلال شركة فاليو ويمكن كانت فرصة كمان أن كابتن خطيبي يتكلم على ملابسات كاس العالم ومتكلم على كل الخطوات اللي آملت بها إدارة النادي الأهلي في التواصل مع الاتحادات المسؤولة عن أنها تقوم بدورها الطبيعي وأنها تتحمل مسؤولياتها الطبيعية والمنطقية في فكرة تعرض الموعيد بين أهم بطولة قرية وأهم بطولة دولية على مستوى الأندية بطولة كاس أهم أفريقيا وبين كاس أهم الأندية وتم التواصل مع الفيفا وتم التواصل مع الكاف وتم التواصل مع الاتحاد المصري ولكن طبعا ما كانش فيه نتيجة مرضية ولا عادلة تضمن تكافؤ الفرص في البطولة ورغم كل الاعتبارات دي قال طبعا كابتن محمود الخطيب أن الأولوية بدون نقاش طبعا في كل وقت وفي كل زمان هي للمنتخبات وده يمكن أعلن عنه كابتن محمود الخطيب لما أدركت الإدارة استحايل التغيير موعد بطولة كاس العالم للأندية وشكر حقيقة رجالة الأهلي على عروض القوية اللي قدموها في بطولة كاس العالم للأندية فاروق مطش الهلال ومطش المونترية المكسيكية اتنين من أجمل المطشات اللي قدمهم موسيماني